أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرص الحكومة وتشجيعها للقطاع الخاص على دخول في العديد من الأنشطة وتعزيز دوره ومنها الاستثمار في قطاع التعليم الذي يسخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الهائلة وخلال لقائه مستثمر التعليم قبل الجامعي والجامعي لبحث زيادة فرص الشراكة مع القطاع الخاص وافق مدبولي على مقترحات شراكة مع القطاع الخاص في إدارة مدارس النيل والمدارس اليابانية وشدد مدبولي على أن هدف الحكومة تقديم تعليم متميز لشريحة متوسط الدخل دون مغالاة في الأسعار من جانبهم أكد المستثمرون استعدادهم لشراكة مع الحكومة لحسن استغلال الأصول في قطاع التعليم وذلك لتعظيم العائد والحفاظ على الاستثمارات وتحسين المخرجات التعليمية مع عدم المغالاة في المصروفات